بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوظ الرحمة تعالى. مسألني أخ كريم قال لي دلني على أعمال تدخلني تدخلني جنة بغير سابقة حساب والعذاب. سؤال وجيه. هناك بعض الأعمال لا يعلمها كثير من الناس سأقوله لحضراتكم بإذن الله لو أنك خلاص صنية واحتسبت الأجر بإذن الله تكون سببا في أن تدخل الجنة بغير سابقة حساب والعذاب. الرسول سأقول في الحديث سبعون ألفا سيدخلون الجنة بغير سابقة حساب والعذاب. فقالوا لهم صفهم لنا يا رسول الله. قال هم ناس لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربي ما توكلون. بإذن الله نفسر هذه الحديث في آخر الدرس. فقال رجل قال له أكاشة قال رسول الله عدوا الله أن أكون منهم. قال له أنتم منهم يا أكاشة. فقال رجل الآخر فقال يا رسول الله عدوا لي أن أكون منهم فقال له سبق بيع وكاشا سبق بيع وكاشا الشاهد هنا الشاهد هنا في الحديث الحديث قال له عمر بن الخطاب أو بعض صحابة ألا استزدت ربك يا رسول الله كنت تستسأل ربنا الزيادة سبعين ألف شوية قوي فقال الله الرسول استزدته استزدته فأعطاني مع كل ألف سبعون ألف ألم تزده مرة أخرى قال استزدته مرة أخرى فأعطاني مع كل واحد سبعون ألف ثم استزدته مرة أخرى فحثى لي ثلاثة حثوات بيده لا أعلم هن إلا الله سبحانه وتعالى شبه لمر بن ربي صبحانه وتعالى ليحسوا حصوى بيده إذن هناك مئات الملايين بإذن الله ستكونوا للجنة بغير سبيقة حساب والعذاب السبعين ألف دول أفضلهم أو هما يكونوا من أصحاب الرسول والسلام لكن هناك مع كل ألف منهم في سبعين ألف بعدين مع كل واحد في سبعين ألف بعدين ثلاثة حسوات لا يعلم هن أو لا يعلم لا يعلم قادرهن إلا رب العمي سبحانه وتعالى طيب حول أحضرتكم بعض الأعمال التي بإذن الله تجعلك تدخل الجانيين أو جاء في فضلها أنها تدخل فيها الجنة بغير سبيقة حساب والعذاب العمل الأول صلاة التسبيح مش حضر أن أصف صلاة التسبيح لكن اكتب في جوجل الفضل العظيم جدا جدا لصلاة التسبيح الذي يعلم أكثر للناس أكثر لPer Psalter لكن يكفي أن أقول لكم أن الرسول عليه السلام قال يا عمي يا عباس يا عام الرسول الله ألا أخصك ألا أحبوك ألا أهديك ألا أعطيك ألا أمنحك عشق صال إنك أنفعلتها غفرة بها ذنوبك أولها وآخرها أو غفرة به ذنوبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانياته ومواصف له هذه الصلاة العظيمة هذه الصلاة تصلى مرة في العمر أو تصلى مرة كل عام أو تصلى مرة كل شهر أو مرة كل أسبوع حتى مرة كل يوم صلاة فضلها عظيم جدا جاء في فضلها وعديثه صحيح وعديثه صحيحه أكثر من مئة عالم في صحيح أبي داود أنك يخفر لك تخفر لك ذنوبك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنوبا لو كنت أجرم أهل الأرض وأعظم أهل الأرض ذنوب على وجه الأرض تخفر لك بهذه الصلاة الظنوب وجاء في فضلها كما ذكر الأحناف في كتب في كتب مراقل الفلاح وغيرها بغيرها أنه من صلى هذه الصلاة ولو مرة الوحدة دخل الجنة بغير صافقة حساب والعزب هذا العمل الأول العمل الثاني تقرأ صورة الإخلاص على أقل على أقل جدا عشر مرات بعد كل صلاة عشر مرات بعد كل صلاة جاء في فضل جاء حديث صححه صححه ابن كثير في أقوال عليه سنده جيد ثلاث من جاء بهن مع الإيمان فتعت له أبواب الجنة الثمانية يدخل ما إيها شاء وزوجه من الحول العين كثام شاء من عث عن قاتله ومن قضى دينا عن غار من في السر ومن قرأ كل والله عشر مرات وضبورة كل صلاة فقال أبقر الصديق ولو واحد يا رسول الله قال الله ولو واحد إذن لو تلقرأت سورة الإخلاص عشر مرات بعد كل صلاة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية وتدخل وتكون أكثر لناس زواجا في الجنة الأفضل من ذلك أنه جاء في فضلها حديث ذكره الإمام التورين في المعام الأوسط وذكره الإمام السيوتي ومن إعلام علم الحديث في كتابه الدر المأثور بالتفسير في المأثور في فضاء سورة الإخلاص أنه من قرأ قلوا الله خمسين مرة كل يوم نوديها من قبره من قبل ملك قم مادح الله فادخل الجنة أي يسمع مناديها من قبره أو يسمع ملكا من قبره هو ما زال في قبره في يوم القيامة قم مادح الله فادخل الجنة طبعا ده يشير إلى السفق إلى الجنة لو مجرد أنه يسمع مجرد أنه في قبره يسمع فهذا يريك الفضل العظيم طبعا عشر مرات بعد كل الصلاة دي للكسانة الكسالة الكسالة جدا кожدا الكسالة جدا الذين لدي الوجو أهم لكن الذين لديهم um يقرأ كله كل اللهaments يقرأون كل الله احد خمسين مرات أو ممائة بتريت start بعد كل الصلاة مثل س конфين آقل القليل وقد أضعف الإيمان حتى تحصل بالسواب العظيم الذي قلنا. طبعا السواب العظيم اللي يرجع للاكسار من كل والله احد. الفضل العظيم اللي اكسار من قراءة من كل والله احد. هلين شرح بالتفصيل الفضل العظيمة. احسن نواة تفرج لي. لك انا بقول دوقتي هم نتكلم دوقتي عن دخول الجنة بغير سابقة حساب والاعزاب. العمل الثالث. لو عرفت ان انت عندك جنازة بكرة. اصحى صايم. اوعى تصحى فاطر. اوعى. سأل الرسول عليه السلام يوما. هو حديث صحيح. قال من اصبح منكم صائما. فقال ابقر الصديق انا رسول الله. فقال من منكم شيع جنازة اليوم. فقال ابقر الصديق انا رسول الله. قال من منكم تصدق بصدقة اليوم. فقال ابقر الصديق انا رسول الله. قال من منكم عاد مريضا اليوم. فقال ابقر الصديق انا رسول الله. قال ما اجتمعت هذه الخصال الاربع في مؤمن قط في يوم واحد. الا وادخله الله الجنة. فقال العلماء في تفسير هذا الحديث ادخله الله الجنة بغير سابقة حساب ولا حزاب. لأن هذه خصال الأربع خصال عظيمة جدا. لما اكتبع في مؤمن واحد في يوم واحد يدل ان هذا المؤمن لو حيسي او لو زغب او منزلته عظيمة عند ربع عمين اوه زي سيدنا ابكر ام كان ام عليه رضي الله عنه. فاذا يسمى هذا اليوم يوم الصديق. فاوعد تكون اتهز الفرصة. هذه الفرص ستندم علي اشد الندم يا مقينة. لما عرفت ان انت ستشيع جنازة بكرة. اصحى صايم. وتصدق بصدقة. بعد فاضل بقى يا عزيز المريض. والله لو ربنا يسر لك تعيز الصعوز مريض يكون خير. ما يدرتش بها تفعلت الثلاث خصال من اربعة بإذن الله. يعني انا وبينت في قبل ذلك ان ان انسان اذا فعل ثلاث خصال من اربعة. يعنونا هذه الحديث الحديث الى حين ايضا تبتع كونه الله احد. سيدنا ابكر الصديق قال له واحد رسول قال له واحدة. وعليه الصلاة والسلام عندما قال من كانت له ثلاث بنات. فعلمهن وقدبهن. وصبر عليهم حتى يزوجهن كنا له حجابا من الرارق. او في رواية كنا له سترة من النار. وفي رواية اخرى كنت انا وهو كهتين واشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى في الجنة. فقلنا ولو سنتان يا رسول الله قال له سنتان. ثم انصرف الرسول صلى صلى الله عليه وسلم. فرأينا اننا لو كنا ولو واحدة يا رسول الله لقال نعم. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما عندما يسأل عن عن قدر الاقل يقول نعم. فاذا لما يتأثر لك ان كنت تفعل الاربع افعل ثلاثة منهم في يوم واحد. تشايع جنازة وتكون صايم وتتصدق بصدق. كثير من الاصحاب الالباب العارفين بالله المشامرين للجنة يعمل ايه? بعد ما يشايع الجنازة ويكون صايم طبعا بيروح يزور مريض بيكون غالبا جنب المساجد اللي فيها صلاة على الجنازة بيكون فيه مستشفيات للتأمين الصحي او حاج بيقش على مرضى وميعرفهمش ويتصدق عليهم بصدقات وطعام ويزورهم عشان يقف على هذه الاربع الخصال وبالتالي يكون يعني حقق يوم يوم الصديق واكتبع فيها هذه الخصال الاربع فيكون من من دخل الجنة بغير صعبية خسابة على العزاب. طبعا ده سبب عظيم جدا 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 جدا. الحاجة الرابعة اللي هو العمل الرابع رسول صلى الله عليه وسلم بين صفت هؤلاء الناس قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال العلماء لا مانع من الرقية رسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي واسترقي. لكن كثير من الناس بيعتقد او بيعتمد على الرقية لدرجة انه يظن ان الرقية كل شيء. ويظن ان الرقية هي التي تنقذه وليس رب العمي سبحانه تعالى. في يضع الرقية في قلبه مكان رب العمي سبحانه وتعالى. هذا ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. الكثير من الناس بيعتمد على الرقية الشرعية وبيعتمد على بعض تعالى وتتضخم عنده هذه المسألة. فتضغى وتجعله يقع دون ان يشعر في الشرك الاصغر. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يلقون ولا يسترقون يعني وبيعتقد ان الرقية دي سبب. يعني سبب. مش مجرد سبب. لكن رب العمي سبحانه وتعالى. هو الذي يشفي من الحسد وبالعين. فعنده فعنده قدر عظيم من التوكل في 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 عرب العمي سبحانه وتعالى في قلبه. يبايزا لا يقون ولا يسترقون ولا يكتوون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كان له يحب الكي الكي بالنار وله هو احد العلاجات. لكن الله عليه وسلم يبقى ما تكتويش بالنار في العلاج. ولا تطيرون يعني لا تطيرون. التطير هو التشاؤم. من نوع من انواع الشرك. الطائرة من نوع من انواع الشرك. يعني كان العرب قديم يعني يحب منهم عايز يسافر. يطير طير. لو طرر في اليمين. يقول لك السفر ده مبارك. طرر يحت الشمال. ما يسافرش. فسميت الطائرة. بمعنى انسان كان عنده مصلحة ماء في يوم في يوم ما. فصباح في اليوم ده حصلت عنده مشكلة او مصيبة فيتشاء من هذا اليوم. او لبس لبس معين فحصلت عنده مصيبة. واتكررت المصيبة دي مع نفس اللبس اللي كان لبسه فيتشاء من هذا الملبس. فتحدثه نفسه ان الملبس ده في شيء. او اليوم ده في شيء. او الانسان ده في شيء. اذا اطاع نفسه هو وقع في الطائرة. فالرسول صلى الله عليه واذا تطيرت فمض. يعني الشيء اللي انت تطير منه ده او نفسك تحدثك. تحدثك انك ان هذا الشيء فيه شيء. هو ده اللي انت تعمله. هو ده اللي انت. لو انا نفس حدستني اللبس ده في حاجة. هو ده اللي نلبسه. والا يبقى انا كنا ظنيت ان اللبس ده بيدور وينفع. او ظنيت اليوم ده بيدور وينفع. او كذلك. فالطائرة نوع من انواع الشرك الخفية. والرسول صلى الله عليه وقال هذرنا من الشرك الخفية قال اتقوا الشركة الاصغر في انها اخفى من دبيب النبل. فاللي بيتتقي الشرك الأخصر بكل أنواعه ومن أنواعه الطائرة نفسه تحدثه أن اللبس ده في حاجة أن اليوم ده في حاجة يمشي وراءه شيطاني يبقى وقع في الطائرة يبقاش من السبعين ألف لأنه ده شرك بالله كأن رصاص عمي عايز يقول لك لو أنت قلبك ناقي من الشرك الأصغر هتكون من الذين يدخلوا للجندا بغير السابق والعزب فدي أربع عمال مهمة جدا صلي صوت صلي صوت التسبيح اقرأ كل مرات بعد كل صلاة كل عشر مرات بقصر عظيم في الجنة بعد زيد مراسك يوميا مئات الماليين من كل متراركة ما بيانت واللي حب يشوف في التفصيل في الفيديو اللي بكلمته عن السباب العظيم للإكسار من كل مرات أحد الشيء الثالث تحقق قيم الصديق لو أنت ظنيت أنت بكرة حتى تصريع جنازة لا ستكون صايم وتتصدق بصدقة الحاجة الرابعة نقي قلبك من الشرك الأصغر ما تعتمدش على الرقية أو تظن أنها التي هي كل شيء لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وده أما حاجة فالأربعة دول هم اللي بيخلوا الإنسان يقع في عدم التوكل الكامل على رب العميس صحيح لا يقع في الشرك الأصغر فلذلك قال وعلى ربهم يتوكلون فالعنده حسن التوكل على رب العميس صحانه وتعالى هو صدق نية أو إخلاص إخلاص كامل في قلبه يكون قلبه خالية من الشرك الأصغر يكون بإذن الله من يبقى العربة حاجات دول يجعلك تدخل الجنة بغير سبيقة حساب ولا أعزاب فأكتبكم كلام دا كنت تحت فيديو لسخون شروع نشاهد العميس في ثوان عظيم ولا أعلم من في الله أجرم عامي اليوم القيامة لأنكم زادت مجوني فشيش تفعل الجرس فاشرقنا لأس لكم الجديد وساعدوني على رصة الصنة رب العربية يقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة